مرحبا اصدقائي كيفكم ما كنا من قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن الشي الجديد اللي حيصير بالسيزن 2 وشابتر 2 وكل التعديلات وكل شي اللي حيصير فيها وبيحكي عن الاسكين الصيني اللي حينزل مجانا للجميع بشروط وتحديات لح تنزلها فورتنايت بعد كم يوم فخليك كمين الفيديو للاخر وزا كنت جديد بالقناة يا را تشترك بالقناة فعل زر الجرس وزا كنت مشترك بالقناة حط لايك عالفيديو بحب اتشكرك عدعمك وعاشتراكك بالقناة ويلا مع الفيديو اصدقائي اليوم يعني ما ليعرفان ما بديبلش انا في كتير شغلات صارت اليوم اول شي في شركة فورتنايت نزلت على صفحتها او على الموقع تبع تبع ابك جيمز يلي هو كالقاتي الصورة زهرة امامكم مرحبا من مجتمع فورتنايت ببداية من اصدار تحديث 11.50 الذي سيصدر في الايام الاولى من شهر فبراير لحينزل تحديث اصدار رقم 11.50 بشهر فبراير يلي هو تقريبا بوافق يوم يوم الخميس 20 فبراير يلي هو عشرين اتنين 2020 بهذا التحديث لحيصير كتير شغلات ومتل ما بتعرفوا انتوا قبل ما نحكي عن الشغلات اللي حتصير متل ما بتعرفوا فورتنايت اجرت اول تحديث اجرت تاني تحديث للسيزن وهذا هلا لنشوف شو لحيساوي بهذا التحديث بهذا التحديث عملوا انه الشركة نقلت من محاكي او مصمم للعبة اللي هو العادي تبعه لمحاكي تاني اسمه فيزيكس انجين هادا المحاكي شو شغلته هادا المحاكي متل مظاهرة امامكم بالصورة شايفين شلون مبنى عم ينزل او عم يتكسر هادا الشي اللي احنا ما شفناه في فورتنايت بنوب هادا الشي شفناه ايبكس شفنا هيك شي لحنا بايبكس متل انه شغلات عم تتدمر وتنزل وباب عم يتكسر شفنا كتير هيك شغلات اللي بلعب ايبكس بيعرف هادا الفيزيكس انجين هادا عبارة عن محاكي فيزيائي يعني مسلا لما انت تعمل اي حركة باللعبة متل تكسير بناء متل تكسير حيط متل مظاهرة امامكم شلون الروبوت عم يكسر الحيط وعم يهر الحيط عم ينزل يعني عم ينزل قطع قطع هادا المحاكي هيك شغلته هادا المحاكي لما ينزل الشركة تشتغل عليه هو قلبت عليه الشركة يعني نزلوا خبر رسمي انه هو حصل هيك وراحوا على هادا المحاكي اللي هو الفيزيكس انجين هادا المحاكي لح يصير كل ما تكسر حيط متل مظاهرة امامكم صورة الطيارة شلون فايتا بالبناء هادا البناء انه لح تصير تفوت فيه كان ينكسر انه خلاص يختفى هلا صار لح ينكسر وينزل منه قطع هيك لح تصير اللعبة واقعية اكتر بس هاي الخطوة خطوة يعني هي جديدة واول مرة لح نشوفه في فورتنايت بالتحديث السيزون الثاني فالسيزون الثاني حيكون بخم كتير والناس اللي سحبت على اللعبة اللي مثلي انا لح ترجع على اللعبة يعني اجباري شي طبيعي اني انا ارجع على اللعبة بعد ما اسمع هيك خبر خبر كتير حلو بس فيه شغلة بشعة كتير وحزينة انه هادا الشي الفيزيكس انجين هاد لح يسهب من عندك فريمات كتير يعني الناس اللي امكانياتها قليلة من اللي هي تقريبا بتقدر تقود 30% أو 40% من الناس انا ما بعرف النسبة النسبة من عندي انا عم اولى تلعب ع كروت امكانياته ضعيفة وجيل قدين مسلا فيه ناس بلعب ع الجيتي 1030 انا كنت واحد من الناس اللي اللعب عليه قبل بشهر فاللي كان يلعب على هيك كرت شاشة او لحد الان بلعب على هيك كرت شاشة لح تنزل في فريماتك يعني هادا خبر كتير مؤسف انه لح تنزل في فريماتك ولح تصير اللعبة تقيلة كتير غير اذا الشركة عملت شي اسمه off on اللي هو انك تطفي هيك مؤسرات وتحط هيك مؤسرات بس هادا الشي مو متوقع يصير فالناس اللي عنده كروت شاشة قديمة يعني انا بنصح بنصح انه تحاولوا تجمعوا فلوس على قد المستطاع لتجيبوا كرت اعلى اذا انت من الناس الجيمر اللي حابب تضل بالجيم وبالالعاب وفورتنايت بشكل خاص والعاب الجاية فهذا خبر يعني مؤسف للناس وحلو لناس حلو لناس اللي بتملك امكانيات مثل كروت شاشة عالية ما بعرف شو هنالكروت بالضبط بس يعني كروت عالية بشكل عام يعني وجيل جديد بشغلة مؤسفة للناس اللي بتملك كروت شاشة قديمة وفورتنايت نزلت كمان بصورتها انه مع المجهود اللي هي عم تبدله لإضافة محرك فيزيائي جديد للابية فورتنايت المتوقع بصدوره بموسم الثاني بالسيزون الثاني كمان ويحتوي على عديد من المفاجآت اللي هي حاطين خط أصفر مت مواضح امامكم تشايلين الكلام فهن اللي حينزلوا شغلات جديدة اللي هي الشركة كاتبي لا نستطيع اخباركم بجميع اسرار الموسم القادم بعد فالموسم القادم يعني هن شافوا ان اللعبة بلشت تموت شوي فحاولوا يحمسونا وحاولوا يزبط الوضع وزبطونا بهيك شي أنا بالنسبة إلي يعني نحنا هيك تزبطنا لأصحاب الامكانيات العالية قبل ما أغنهي الفيديو فيه كمان تحديات أوفر تايم نحتنزل يعني هي الشركة كاتبي انه فيه تحديات أوفر تايم نازلة غير هذا اللي اللي حيفتح بعد 6 ايام اللي هو تبع الاسكين وينو 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 تبع هذا الاسكين هذا بعد 6 ايام نحيفتح هذا الاسكين تحديات وانا تحدياته معي لحن نزل لكم التحديات قبل بيومين ان شاء الله مشان تكون جاهز التحديات ضغرة ساوية معي التسريبات انا كله فالموضوع شوي غريب ومنستني عن نصبر اللي صبر كل هالفترة يعني ما لح يتفرق ما ويصبر شوي فمنشوف شو بيصير ياريت ازا عجبك الفيديو استفرت من هاي المعلومات تشترك بالقناة وعملتاك للسكوات تبعك مشان يلعبوا معاك هذا الموض وتخلصوا وتاخدوا الاسكين وبالنسبة للجيفاوي اللي انا عاملوا لعشرة دولار هذا الجيفاوي لسه قائم يوم واحد اثنين 2020 ان شاء الله رح اعمل السحب وما انه شركة فورتنات اجرت السيزون انا رح اعمل سحب ثاني ع السيزون الثاني اللي هو رح يكون يوم عشرين يوم الخميس رح اعمل سحب و رح اعلن ع الفائز يوم الاربعة قبل بيوم مشان يستنى تاني يوم استلمه تيتو ويبلش السيزون دغري مع بطلباس بعشرة دولار فخليكم تابعين فعل زر الجرس و شكرا على المشاهدة اذا كملت المقطع الاخر و برعاية الله